سيد عبد المجيد تبون وأخوه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المعبرين الحدوديين الثابتين بين الجزائري وموريطانيا وبالمعبرين الحدوديين استمع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخوه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى عرض مفصل حول نشاط هذين المعبرين وكذا مشروع إنجاز طريق تندوف زويرات هذا الطريق الاستراتيجي الذي يمتد على مسافة 840 كيلومترا وتشرف على إنجازه مؤسسة جزائرية أما المعبر الحدودي من جانبه الجزائري فيضم كافة المرافق الضرورية حيث يرتقب أن يحقق حركية اقتصادية واعدة بين البلدين من شأنها رفع وطرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين الشقيقين ليشرف بعدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد بون رفقة أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائر موريطانيا وللمعبرين الحدوديين بالغ الأثر في الرفع من حجم المبادلات التجارية التي تعرف حاليا تناميا مستمرا الأمر الشغيفають فأفادس Linse